أهلا بكم مشاهدين وهذه التغطية الخاصة في أعقاب حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات الأكاديمية العسكرية وذلك بحضور الرئيس عبد الفتح السيسي والذي وجه الخيرجين بحسن معاملة المواطن وتدبيق القانون كما حرص سيادته على تقديم التحية للشهداء الذين قدموا تمنا غاليا للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره وخلال كلمته أكد وزير الداخلية محمود توفيق تحديث المناهج الشرطية لتواكب أعلى المعيير فضلا عن التأكيد على أهمية دراسة حقوق الإنسان للمساهمة في تقديم أفضل خدمة للمواطنين وزير الداخلية أشار أيضا إلى تخريج الدفعة الأولى من الطالبات في الأكاديمية العسكرية بعد تدريبهن على أحدث المعيير تعد أكاديمية الشرطة واحدة من أقدم وأكبر أكاديمية الشرطة على مستوى العالم والأولى على المستوى الإقليمي كما تعد صرحا علميا أمنيا شامخا يتخرج فيها سنويا رجال الشرطة على أعلى مستوى سواء تعليميا أو تدريبيا أو بحثيا الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام الحفل وجه التحية للخيرجين والطلبة والطالبات الدارسين في الأكاديمية العسكرية ووجه التحية لكل أسر شهداء مصر مؤكدا أن الجميع يذهب ويرحل له ما له وعليه ما عليه لكن فقط الشهيد تظل ذكرى عطرة وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يحرص في كل حفلات الجيش والشرطة أن تكون نسبة من الحضور من أسر الشهداء امتنانا لهم مؤكدا أن سقوط كل شهيد في مصر سواء من الجيش أو الشرطة أو من المواطنين يؤلمون لكن العزاء الوحيد أن هذا تمن ليس ببسيط وأنه تمن لوطن باق حتى الآن الرئيس أكد أنه يقول ذلك للتذكير بأن ما تقدمه أي أسرة هو بكل تأكيد أغلى تمن وهو روح ابنها ولكنه تمن عظيم من أجل وطن عظيم اشتركوا في القناة